بتقول تقدم الفصائل السورية نحو حلب يعيد خلط الأوراق العسكرية في سوريا خبرنا التاني في نفس السياق النمسا تقدم مساعدات إضافية بقيمة 7.5 مليون يورو للمدنيين من غزة وسوريا ولبنان وأخيرا الجالية السورية الحرة في النمسا تدعو إلى مظاهرة حاشدة دعما للمهجرين وحقهم في العودة طبعا كلنا متابعين الإعلام النمساوي أو الإعلام العالمي متابع عن كسب موضوع الحالة السورية وهو أن المعارضة قدرت أنها تستولي على حلب ومن حلب وإدلب وحاليا دلوقتي يقال حمص وحمى شايف إيه الإفادة اللي ممكن تعود على سوريا من هذه العمليات هل نحن على موعد مع ليبيا جديدة أو السودان جديدة أم أننا على موعد مع استقرار في سوريا وإن كان هناك يمكن كان فيه انتقادات كبيرة جدا للتدخل حزب الله بالدعم الإيراني في جميع الدول العربية قدنا بنشوف تكرار أو على شباه بالدعم التركي هل هناك اختلاف بين الاحتلال التركي عن الاحتلال الإيراني أم أن الاحتلال التركي مختلف تماما عن الاحتلال الإيراني تفضل طبعا بعيدا عن التوصيفات ساذة مدوح بالبداية بالبداية يعني باسمي أنا بارك لكل الأحرار اللي بسوريا وكل العالم واللي موجودين بسوريا بداية دحر الإرهاب دحر التطرف دحر الميليشيات المدعومة من إيران دحر الميليشيات المدعومة من روسيا القضاء على أكبر وأسوأ تنظيم إرهابي عالمي عرفته البشرية في المئة سنة الماضية خاصة بعد النازية ألا وهو تنظيم الأسد الإرهابي الإجرامي الذي قتل السوريين بالبراميل وبالكيماوي وبالإعدامات المباشرة وبقطع الرؤوس وبأكل الأكباد وباغتصاب النساء بالسجون وبتعذيب المعتقلين وبتهجير عشر مليون سوري خارج سوريا أبارك لكل سوري وأقدم وأقبل أقدام كل سوري الآن موجود على جبهات تحرير سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ومن أقصاها إلى أقصاها هذه السورة يا دكتور ممدوح هذه السورة التي وقف ضدها كل شياطين الأرض مجتمعين من ضمنهم مع الأسف دول أوروبية ودول أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل من ضمنهم التي وقفت للدفاع عن هذه المنظومة ولكن ولكن منذ مقتل الإرهابي الرئيس الإيراني ووزير خارجيته واغتياله في طائرة في طائرة داخل التراب الإيراني وكان وصولا إلى مقتل الإرهابي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط تاجر المخدرات الإرهابي حسن نصر الله وتنظيمه الإرهابي أكثر منه حسن نصر الله حزب الله كانت نهاية هذا الإجرام الذي قام به بشار الأسد وزعيمه وزعيمه الإرهابي زعيمه بشار الأسد فعليا انتهى هذا التنظيم وأنا أعلن وأؤكد وأبارك لكل سوريا اسمعون الآن أن سوريا أصبحت اليوم حرة أن نظام الأسد انتهى وكل فلول هذا النظام الإجرامي الذي ارتكب كل الإجرام وبأياد سوريا وبأياد سوريا وليست بأياد أخرى سيد الكريم ما قام به اليوم السوار الأحرار في سوريا سمهم ما شئت بسموهم إسلاميين بسموهم متشددين بسموهم نصر أنا أعرف وأرى وأرى هذا هي التشكيلة السورية التي التي لربما انتقدناها نحن مرارا وتكرارا لأنها كانت تابعة لهذه الجهة أو تلك الجهة ولكن ولكن عندما اليوم توجه سلاحها تجاه الإرهاب تجاه الإرهاب إذن نحن نحن أمام ثورة العصر ما يحدث اليوم في سوريا سيد الكريم هي ثورة العصر هي ثورة التاريخ هي ثورة المئة سنة الماضية ومئة سنة المقبلة التي ستدرس وتعلم للأجيال معنى الحرية هذا هو المشهد الحقيقي الذي تشاهده أمامي الآن في هذه الصورة التي موجودة الآن الآن غرفة عمليات تقول أنها على أبواب درعة درعة تحررت حلب تحررت حكم مدني حما تحررت حكم مدني لا يوجد بها اليوم مسلحين حتى من قام بتحريرها أخرج النظام ثم خرج بعده خرج بعده ودخلت 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 منظمات مدنية حتى تدير هذه المناطق السويداء الحرة اليوم طردت ميليشيات الأسد الإرهابي دمشق سنكون على موعد مع كنائسها ومساجدها وهي تصلي تصلي سويا صلاة الحرية صلاة الحرية وتقدم قربان الحياة والحرية لأحرار الأرض جميعا وتعلم البشرية جمعاء معنى الصمود لخمسة عشر عاما حتى سقوط هذا الإجرام ولم يسقط اليوم لكن سيسقط خلال الأيام المقبلة ولكن اليوم الشعب السوري وكل حر وكل حر هو فعليا يفرح بهذا النصر والدول العربية ستبارك هذا النصر وستتعلم من هذا النصر طبعا وكل بياسعة طبعا أن يكون هناك استقرار بس سوريا هتتحط في إيد مين دلوقت سوريا سيد الكريم حاليا هي ضمن حالة عملياتية عسكرية لطرد هذا النظام وإبعاده والانتقال ثم إلى مرحلة سياسية سيكون هناك مجالس مدنية سيكون هناك في الأمس أغرفة العمليات العسكرية لا أحد عنده ضمانات سيدك ولكن الضمانات التي فعليا شوف سيدي الكريم لا يوجد شر أكثر من شر وجود ميليشيا وتنظيم تدعى تنظيم الأسد الإرهابي الذي مع الأسف من فترة شاهدناه في الجامعة العربية وفي اجتماعات يعني صراحة كان كان كالجوكر وكان كالكاركوز الذي يرقص ما بين الزعماء العرب بهذه الطريقة الضمانة الحقيقية أن الشعب السوري شعب غير متطرف شعب غير متشدد شعب اليوم من يحرر يا سيد الكريم الجبهات ويطرد النظام اليوم الدرزي الدرزي في السويداء يطرد النظام المسيحي في حلب اليوم طرد النظام طرد النظام ويبارك خطى خطى الأحرار الذين قالوا لهم هل شاهدت الفيديوهات وقلوا لهم شكرا لكم أين أنتم منذ زمن يا أحرار سوريا تخرجون تخرجون من سواد وتطرف هذا النظام الإرهابي سيد الكريم سوريا تتحرر سوريا تتحرر وتنشر وتنشر يا سمين الحرية عبر العالم كاملا طيب كان فيه المفروض اجتماع بين أردغان والأسد للتوافق على شيء ما فيه كتير من السياسيين كتبوا أني نظرا لفشل الاجتماع ده وتعنط الأسد لعدم مباركة طلبات أردغان أم خلت سوريين يروحوا يعملوا هذا الشيء لا يسيد هذا كلام الجامعات دي جاية أو المعارضين دول دخلوا بمساعدة تركيا راقب الأحداث روسيا ماذا قالت للأسد قالت له لدينا ما يشغلنا لذلك لا نستطيع مساعدتك الميليشيات الإيرانية العراقية اللبنانية أي أحد يدخل الحدود السورية يقوم التحالف الدولي بضربه وقصفه اليوم إيران شلحت شلحت حذاء الأسد من أقدامها اليوم إيران فعليا أضعف بعد ضربها في غزة بعد ضربها في لبنان بعد ضربها داخل إيران نفسها اليوم سيد الكريم النظام النظام نظام الأسد الإرهابي ساقط منذ عام 2014 ما قام عليه هو قام بسبب وجود الكره الارهابي الروسي والكره الارهابي الإيراني الذين اجتمعان من أجل إبقاء الأسد حتى هذا اليوم أما فعليا الأسد ساقط وعندما تخلى عنه الجناحان الإرهابيان الروسي والإيراني والإسرائيلي على ما يبدو أنه قال انتهت مهماتك يا أسد طبعا انسحبت انسحبت ميليشيات تنظيمات الأسد الإرهابي وجاءت فعليا الميليشيات أو بالأحرى عفوا آسف المعارضة السورية بكافة تشكيلاتها العسكرية فعليا يا سيد الكريم معظم المناطق الكثير من المناطق سقطت دون مواجهات فهل برأيك أنت التركي يعني السوري اليوم منتظر التركي يقول له ادخل واطلع اليوم السلاح الموجود ما بين أياد الأحرار هو سلاح سوري هو سلاح كان موجود عندهم في المناطق في مناطق إدلب المحررة في الشمال السوري وأيضا السلاح الذي يكتسبوه اليوم من إعادة القطاعات العسكرية إلى ملاكها الأساسيين وهم الشعب السوري فعن أي تركية تتحدث سيد الكريم اليوم التركية هي أضعف موقف في الحالة السورية لا يوجد سوري يوجد ضوء شوف سيد الكريم يوجد ضوء بحجم كذا ولكن الواقع الحجم الذي تحرك به الأحرار السوريين فعليا حتى هو تجاوز أي وضع سوري أو وضع تركي عفوا فبالتالي سيد الكريم اليوم الأحرار الأحرار في سوريا الفعلا الذين هم ينشدون الحرية لسوريا ولكل ما حولها هم فعليا يعملون يعملون بأنفسهم ويتجهون ويتجهون تجاه دمشق من دون حتى حتى من هم ضدهم يقول له سلم سلاحك وابقى في منزلك لا يوجد اليوم لا تصفيات عرقية ولا ثأر ولا أي حالة تطرف ولا أي حالة هجوم ولا أي حالة تصفيات عرقية أكيد سنسمع في المرحلة المقبلة تصرفات فردية أمور معين شيء لابد منه نحن بحالة حرب حرب دولة كاملة تسقط منظومة إرهاب حكمتها حكمتها منذ أكثر من خمسة وسبعين عام يا سيدي الكريم لن تسقط بهذه السهولة خمسين أو ستين عام شما ما نبال نكون دقيقين فبالتالي فبالتالي أحرار فيينا أحرار فيينا جمعية الجالية السورية الحرة دعت يوم الأحد إلى مظاهرة كبيرة ستكون ستجوب شوارع فيينا وفعليا سترفع سترفع هي فعليا ستحتفل بانتصار الثورة السورية على من قامت ضده وستوزع يا سمينا وزهرا على العالم أجمع نتائج هذه السورة طبعا نتمنى أنها تكون سلمية نعم المساعدات المساعدات التي تقدمها النمسا طبعا تقدم مساعدات قالت 7.5 مليون يورو إلى اللاجئين في سوريا في فلسطين في غزة في غزة طبعا في فلسطين طبعا إلى سوريا عن طريق الصليب الأحمر طبعا يعني هذا الأمور مع الأسف الإعلام الإعلام النمسا ما زال يتعامل ما زال يتعامل بشكل مخجل للغاية ميليشيات مسلحة قاعدة يعني بصراحة يعني بس أنا أعتقد أن يمكن كل الدول الأوروبية تنتظر إلى النهاية سيد الكريم المفوض الأوروبي المفوض الأوروبي المختص اليوم بشأن بشأن السوري قال اليوم على أحد القنوات العربية وباللغة العربية وناطق باللغة العربية صارت قال أننا نراقب التطورات التي ينشدها الشعب السوري ونحن نحترم مطالبه بالحرية والديمقراطية والتحرر من هذه المنظومة الإرهابية فبالتالي كل الدول إن كانت عربية ولا غربية من تناغمت مع النظام بمرحل من المراحل الآن ستعرف أن الشعب السوري هو له كلمته هو الذي يقول كلمته إذا الشعب يوم أراد الحياة فلابد أن يستغيب أن يتغير القدر كليا وما هو ما يحصل اليوم طب هل شايف أنت ممكن أن الدول الأوروبية في الحالة دي محالة موفقتها على الحالة السورية الجديدة يمكن لها أنها دلوقتي تقول طيب إحنا كده كنا بنقول أي عمليات إجرامية بالتم يجي يرحلوا يقولوا لا ده مطلوب الأسد هل ده ممكن ياخدوها زريع على الموضوع ده صراحة شوف أستاذ ممدو هذا موضوع سابق لأوان الآن لا نستطيع التحدث به ولا نستطيع التعامل معه الحالة في سوريا في حال سقط النظام يعني صراحة التقارير كلها تشير إلى أن النظام هو فعليا بشكل أو بآخر ساقط كليا ونتمنى اعتقال الإرهاب الأكبر في العالم بشار الأسد وأن يحاكم يحاكم بمحاكمة وأن يحاكم بمحاكمة علنية أمام الشعب السوري فهذه مرحلة طويلة أعتقد من المبكر أن نتحدث عنها ولكن ولكن ما أقول له في هذا أشياء اليوم أوروبا تنظر إلى سوريا أنها دولة غير آمنة مجددا مرة أخرى فبالتالي 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 لا يوجد ترحيل إلى سوريا اللجوء مستمر في النبسة وفي غيرها ولكن يعني أعتقد أن سعي ذكرتني بشغلة بشأن هام جدا خلينا نستعرض هذا الاستطلاع كنترول بالله لو سمحته حطولنا هذا الاستطلاع على الشاشة لو سمحته نحن وجهنا وجهنا سؤال واضح هيك سيد عبد القادر ولا مواضح واضح هيك طالع معنا على الشاشة كلها طالع هو بشكل جانبي أيها هيك تعريبا كويس طالع هيك كويس ماشي الحال طيب في حال سقوط نظام الأسد في سوريا هل تفكر في العودة في العودة إلى سوريا بغض النظر عن وضع قامتها في النمسا 48% يا سيد الكريم 48% أجابوا بنعم بنعم 43% أقالوا 9% امتنوا عن الإجابة 475 شخص شارك بهذا اللصة يعني شو يعني هذا الكلام خلينا نحكيها مع بعضنا بلغة أخرى خلينا نحكيها بلغة أخرى يعني هذا الكلام سيد الكريم أن النمسا والدول الاتحاد الأوروبي التي هي فعليا تتجه إلى 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 مش العجز إلى الكهولة يعني التي تكبر اليوم تحتاج إلى أفراد تخيل اليوم اللاجئين السوريين يقول لك يقول للنمسا باي باي نحن سنعود إلى بلادنا ماذا يحدث فيها ستعاني من عجز ستعاني من عجز عندها مشكلة في الخصوبة عندها مشكلة في التشكيل السكاني عندها العديد من المشاكل فبالتالي أنا أقول لك أنا أقول لك كما قلت لك سابقا الجنسية النمساوية سيكون من السهل جدا لحصول على الجنسية النمساوية سيكون هناك تراجع بحدة الخطاب تجاه اللاجئين والخطاب الكراهية التي تنتهجه إن كانت الحكومة أو الأحزاب الأحزاب مالفية الخطاب العام يا سيد الكريم هذه المنظومة هذه المنظومة سيقول للاجئ رجاء رجاء أن ابقى عندنا رجاء أن نريدك أن تعمل في المصانع تعمل في الكذا سيد الكريم اليوم العديد من اللاجئين والسوريين أقول لك أقول لك خمسين بالمئة من اللاجئين الموجودين في أوروبا بشكل أو بآخر خلال خمسة خلال خمس سنوات أعتقد سيعودون وزع ياسمين على العالم كله يعني نتمنى الاستقرار لسوريا من كل القلب وطالما الشعب هو اللي بيريد الأقدام على الحرية طبعا لازم يكون هناك دعم لي أذرني لحدتي ولكن هذه القضية هذه القضية هذه القضية سيد الكريم قضية الشعب السوري ليست مشكلة مشكلة سوريا ولا فلسطيني ولا أي هاي مشكلة كل حر في العالم يسعى ويعرف ويدرك ماذا قام به هذا النظام الإجرامي يا راجل هل تتخيل تتخيل تعذيب أطفال هل تتخيل اغتصاب نساء مؤمنات في السجون السورية هل تتخيل هذا الشيء ما قام به النظام السوري جعل 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 إسرائيل حمامة سلام توزع الحب الحب تخيل تخيل نحن ماذا نقارب على شعوب المنطقة مقابل ما قام به النظام الإرهابي الأسدي ودافع عن النظام السوري ولكني عندي تخوف أني تعاد أشكال من عدم الاستقرار زي ما فيه دوء تاني كلامك صحيح كلامك صحيح اليمن منفاصلة كلامك صحيح ولكن الحالة شوف سيد الكريم الحالة التحررية التي تسير اليوم في سوريا يعني لاحظ أنت اليوم السورية من شمالها إلى جنوبها فعليا متفقة على آلية التحرير وكل الجميع اليوم متفق على إسخاط النظام لا يوجد رأيات مرتفعة إلا العلم الأخضر علم الثورة السورية التي اعتمدت هو الثورة السورية منذ انطلاقها حتى هذا اليوم فبالتالي هذا المشهد يتفضل به لا أعطي ضمانات بصراحة الله يحصل ولكن إن حصل فلن يكون بالطريقة التي حصل بها بهذا الشكل تنظيم داعش الإرهابي إيران التي شنعته الأسد الذي غزاه الميليشيات العراقية التي تبنته جلبوا جميع المتطرفين من العالم أجمع من ضمدهم في النمسا ورموهم في سوريا تحت اسم تنظيمات متطرفة داعشية ولكن ليسوا سوريين ليسوا سوريين يقال أن الجولاني كان من يقال أنه نعم كان في البداية كان في البداية ولكن قبل يومين قبل يومين أنا لا أدافع عن أحد ولست موكل بالدفاع عنه ولكن قبل يومين هل تعرف ماذا قال قال مع انتهاء العمليات العسكرية هيئة تحرير الشام ستحل نفسها طيب تمام هو هذا قاله هذا ما قاله نعم أهم شيء للتقرار يا سيد الكريم اليوم يوجد قاعدة شعبية ليست بمزاجه ليس بمزاج أهله أنه هو فعليا يحكم الشعب السوري العظيم الذي الذي انتفض بهذه الثورة ضد الإرهاب ليس بمزاجه سيحلها لأن سوريا الرهاب الأكبر بشار الأسد ستلفظ غيره وغيره وغيره